100 جرام من الزبدة نصف كوباية من زيت الدرة 2 عضد بيت كوباية من السكر رشد فانيليا نصف كوباية من اللبن البودر ربع كوب آسف من اللبن البودر ربع كوباية من اللبن البودر 3 كوباية ونصف من الدقيق مع علاقة صغيرة من الباكينج البودر يبقى بس التعديل بس هنا ربع كوباية من اللبن البودر طيب نعمل ايه بقى اخد اول حاجة على بس هنا كده ايه المعدلة ديها؟ نزل الماء هنا كده شوية ونحط عندنا البيض اتنين عدد البيض سكر وفانيليا وديها كده نقلبهم مع بعض كلام جميل جدا احط عندي الميجرون من الزبدة واقوم بسياحة شوية في الميجرون شوية حاجات بسيطة يعني نقوم منزلينها نص كباية وبعد كده عندنا الزيت ده خطير خطير يعني نقلب بص بقلب عامل ازاي؟ ملبن اهو واخد عندي الدقيق واللبن البودر بيكنج بودر عوالي مثلا نص معلقة صغيرة غلط منح بسيطة وهنا يا باشا على كل الكلام ده هنقوم لحطين ده يا باشا البسكو تبقى عملت ازاي؟ بص العجينة اهي اهي شغل عالي زاج الفل وتشتغل على طول تابع ازاي نشتغل على طول نجابة كده ننضف هنا ونزبط هالس وده كده ناخد كده اول قطع كده هير نحط عندنا الطمر الطريق اهو بسم الله كده ماشي؟ اهي وبشوكة نوم جايين كده هعملنا بص اهي نوم عاملنا كده زي الامر نوم واخدنا وحطنا هنا بسكوت العجوة اللي احنا اشتغلنا بيه بص لسه الفرن هوا اه يعني لسه يطلع ده جميل هورهولك حتى ان شاء الله على البيتج عندنا بعد ما تطلع بياخد لون الدهبي بيطلع فوش غلطة ان شاء الله تعملوه وتجربوه يتعجبوه